يا مرحبه يارب يكونوا بخير هالموبايل بلايزر فوكس خاصية اساسية استحيانك تشتريه انا يوسف عاطف من كنانات لوينديتاك على اليوتيوب وفي فيديو ده هشرح ايه اللي قدمته اسوس من ايجابيات وسلبيات في الزينفون 2 ليزر اسوس اصدرت الزينفون ليزر مع ثلاث موبايلات تانية وهم السالفي دي لوكس وجو الليزر يعتبر اخ الاصغر للسالفي من ناحيه الشاشة الكاميرا آمية والمعالبة وفيه تشبهات كبيرة ب Round by Laser مPEكتب بكتب البيتاتوются وكتير فيفيديو ده هتليه بقارن الزينفون ليزر بالازانفون سالفي فنصيحه شوف فيديو السالفي بخلال الايي اللي فوق على المين في الظهرة في الكاميرا الخلفية الم Lornefocus muscle coffee وتحتها في زرار ال volume وتحت في اسفل الجهές في السماعات او بالنفس السماعة الصغيرة اللي تحت اعلمين زي زين فون سالفي ولو مسكت الليزر جنب السالفي مش هتلاحظ فرق في تصميم الظهر غير تغيير اماكن الليزر فوكس والفلاش السماعات في ظهر الجهاز كان صوتها معقول لحد مستوى صوت 70% بس لما بيقل عن 70% بيبقى لحد ما مش نقل ومكان السماعات كان كويس ومش بتغطيه لما تمسك الهوال بقى اي عدل يوتيوب عمتا اللي انا بقدر اللي انا اوصل للناس والتفاعل مع الناس وكيكونوا من بلاد تانية من محافظات تانية فوق البطارية في مكانين لشريحتين مايكرو سيم زائد شريحة بتغزين خارجية حتى 128 جيجا بايت اسوس حط بعض اللمسات البسيطة في تصميم الليزر زي الفوليوم باتنز والباور بس على العكس السالفي زراي الفوليوم كمل مسحة لحد ما بلاستيكي وهتاخد وقتها شتتعود على مكانها في ظهر الموبايل بس او متعود عليها يبقى الموضوع سهل انا طول عمري باعترض على مكان زرار الباور لما بيكون من فوق بس بحكم شاشة الليزر 5 انش الزرار كان سهل الوصول ليه وكمان في بعض الخصائص زي double tapped wake اللي مش بتخليك تحتاجي تستخدم زرار الباور وجمي زرار الباور فوق في مكان ل3.5 مليمتر مخل سماعات الأوذن اللي بتيجي مع الجهاز وعلى ذكر سماعات كانت تفتكر للترابل بس بصراحة مش معترض كيفان فيه سماعات بتيجي في موبايل بسعر 1500 جنيه مصر ظهر الموبايل المنحني مصنوع من البراشت بلاستيك بلاستيك مسكول بس ده في اللون الذهبي بس اما بقيت الالوان بتكون matte finish من تحت في مدخل المايكرو اس بي للشحن هو مكان المايك الاول والاخير الصوت اللي بتسجل كانت الكواليتي بتاعته مقبولة بس العيب ان ما كانش فيه منع لصوت الخلفية noise cancelling microphone بس فكان هادي التسجيل كان كويس الشاشة 5 انش بدقة 1280x720 HD ودي بتدي دقة 294 بيكسل في كل انش PPI على البرق دي مش اعلى دقة بس في الحقيقة انا مش ملاحظ فرق جميع المابيله بين شاشة زي الوان بلاس وان اللي بدقة 401 بيكسل بر انش زيادة على كده اسوس تخدمه تقنية vivid colors اللي بتخلي علوان الشاشة مريحة للعين وفي نفس الوقت شكلها حلو بس فيها نفس العيب ان درجة السطوع قليلة فمش احسن اختيار في اشعة الشمس نوباشر السوفتوير المستخدم في الليزر هو طبقة ZenUI على اندرويد 5.1 لليباب وان شاء الله هيجيله تحديث المارشمالو قريبا على كلام اسوس السوفتوير كان سريع ومفوش اخطاء كتير وميزاته كالقاتي في بعض الطبيقات اللي بتيجي مع ZenUI بتكون مفيدة زي طبيق الميني موفي من وقت للتاني ممكن تفتحه وتعمل فيديوهات صغيرة ولطيفة تاني حاجة ZenUI فيه انيميشنز كتير وشكلها حلو بتدي انطباع جيد للنظام السوفتوير الوحيدة اللي ممكن اقولها ان طبقات Asus World System حوالي 5.74 جيجا بايت ودي مساحة مش صغيرة بس مع ذلك فيه مدخل زاكرة 128 جيجا بايت اللي يقدر يعوض بس في نفس الوقت 5.74 جيجا بايت ده مش قليل الليزر شغل بمعالج روباعي النواة Snapdragon 410 على تردد 1.2 جيجا هرتز مع المعالج في 2 جيجا بايت رام و بطارية 2070 ميلي امبار اور كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل بدول تون فلاش و ليزر فوكس و كاميرا 105 ميجا بيكسل ودي اللي ارقام اللي حققها السالفي في برامج كياس قوة الجهاز نبدأ بانتوتو بنشمارك وهنا الليزر حقق 24877 اما في 3D Mark والبرنامج ده معروف ان هو من اتقل البنشمارك كارت الرسومات حقق سكور 53 على سلينج شوت يوزنج اي 3 تست اما في بنشمارك او اس الليزر حقق سكور 634 اوفور اول وفي بيز مارك اكس و ده البرنامج المسؤول عن قياس كوة الرسومات الليزر حقق سكور 3917 و اخر برنامج هو جيج بنش 3 وبرنامج ده بيشتغل تقريبا على كل انظمة الهواتف و كمان الكمبيوترز الليزر حقق سكور 292 على السنجل كور و 1441 على المالتي كور قطارية الليزر كانت 2070 ميلي امبار اور و بالرغم من صغرها كانت ممتازة بالنسبة للستاند باي تايم وصلت معها لحوالي 5 ايام و حوالي 4 ساعات الشاشة شغالة سكرين اون تايم ده حصل عشان دقة الشاشة كانت قليلا نسبيا والزاني واي كان متقلق في توفير البطارية لما يكون الهاتف مش بيستغلق بالنسبة للشحن بطارات الشاحن من 0.60 في حوالي 60 ديئة و من 0.100 في حوالي ساعتين نيجي الاخر واهم نقطة وهي اسم الجهاز الليزر فوكس باختصار تكنية الليزر فوكس بتمكن الموبايل انه يعمل فوكس فوقت ولاية جدا 0.03 seconds الحلو ان الموبايل بيفوكس تقريبا في نفس اللحظة واسرع بمراحل من الفوكس العادي بتاع اين واي و برضو بيقدر يفوكس بسهولة في الإضاءة الأوليلة بس يعيبه انه بيشتغل بس لما يكون بتصور في مساحة صغيرة لان فكرة الليزر انه بيبعت قشعة و بيستابلة تاني ففي الاماكن المفتوحة مش هيعرف يستابلة فلما بتصور من بعيد بيستخدر الفوكس اللي عادي المبني على الكونترست الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل وفيها مود كتير شبيهة بالZenfone Selfie اهمها تلاتة من وجهة نظري هما Auto, Manual والSuper Resolution اجمل حاجة في Auto Mode انه بيقترح عليك المود المناسب للمشهد اللي بتصور سواء كان High Dynamic Range, HDR, Night Mode وإلى آخر المود التاني هو المانيول مايفرقش كتير عن المود بتاع الزنفون Selfie باختصار تقدر تحكي في Exposure Value, ISO, Shutter Speed, Wide Balance والفكرة في المود ده انه بيتقلق في الفيديو عشان نفس امكانيات المانيول فوكس موجودة هي هي بيزلط في الفيديو والمود التالت هو Super Resolution وده بيبقى مفيد لو انت بتحب تعمل زوم في الصور بعد ما بتصورها وبالنسبة للكاميرا امية كانت 5 ميجا بيكسل وكانت معقولة بالنسبة لدقتها وبرضو فيها مودز مختلفة اهمها بالنسبة لها كاتيرجي iF Animation والسالفي بانوراما الليزر سعره 1050 جنيه مصري لإصدار 16 جيجا بايت الموبايل كان سريع والبطارية حلوة والشاشة جميلة بالرغم من دقتها القليلة لنسبية ولكن 5.74 جيجا بايت ذاكرة خاصة للسيستم واسوس أبليكيشن والأداء في الألعاب برضو ما كانش ثلاث بصراحة ما فيش سبب واضح يخليك تشتري الزينفون ليزر غير انه فيه تقنية الليزر فوكس ولكن بعيد عن تقنية الليزر فوكس الموبايل ما يفرقش كتير عن منافسيه زي الواوي P8 Lite, Honor 4X و Lenovo P70 في فئة سعر 1500 جنيه لا تبخلش عليها بزرار اللايك وشارك الفيديو مع الناس اللي عايز تعرفوا أكتر عن الموبايل ده واشترك في قناتي كانت لويندي تاك على يوتيوب من خلال الزرار السبسكرايب ده وكانت فوند فوريو من خلال الزرار ده شكرا شوفت الفيديو شوفك في الفيديو الجاي